بيبدأ الفيلم في الغابة مع مجموعة صيادين بيحاولوا يصطادوا قطيع زئاب فبيحاول القطيع دول يهربوا منهم لان معهم زئاب صغيرة وساعتها بيظهر واحد من الزئاب دول قدام الصيادين وده عشان يشتتهم ويدي فرصة للزئاب الصغيرة انهم يهربوا ولكن بيكون في زئاب صغير مستخب في الزرع وساعتها بيشوف الصيادين قدام عنيه وما بيخلصوا على ابوه فبيخاف منهم وبيهرب من المكان بسرعة وساعتها بتدور عليه والدته في الغابة لكنها مش بتلاقيه بنروح بعدها بقى البنت اسمها فيكتوريا ويرقب العربية مع والدها ستيفن عشان هينقلوا البيت جديد قريب من الغابة وده لان والدتها اتوفت من خمس شهور ومن ساعتها فيكتوريا ما بتتكلمش نهائي وحالتها النفسية سيئة ولما بيوصلوا للبيت بتقعد فيكتوريا في قضتها وبتكون حزينة فبييجي والدها يتكلم معها وبيعرف ان خالها تيري جي عشان يزورهم فبتفرح جدا وبتروح تسلم على خالها وبتحضنه وبالليل بتنام فيكتوريا على رجله وبيكون متعاطف معها لانها دلوقت بقت وحيدة ومش قادرة تنسى حزنها على والدتها فبيقول له ستيفن انه قلقان عليها جدا لان بقالها خمس شهور مش بتتكلم بس تيري بيقاطع وبيقول له ان ده طبيعي لانها كانت متعلقة بوالدتها ومع الوقت هتبدأ تنسى حزنها وهترجع تتكلم مرة تانية وبعد شوية بيروح تيري يركب العربية وبيودعه وبيمشي وفي الصبح بيسحى ستيفن وبيلاقي ان العربية بتاعته بايزة فبيحاول يصلحها وبيقول لفكتوريا انها يروح للسوق بكرة وبيطلب منها تكتبل الحاجات اللي عاوزها عشان يجيبها لها لكنها بتتجاه الكلام خالص وبتدخل تعد لوحدها في البيت وساعتها بيعرض عليها انهم يخرجوا يتمشوا شوية في الغابة فبتوافق فيكتوريا وبيروح يتمشوا الفترة طويلة لحد ما بيطلع هما الاتنين فوق جبل عالي وهناك بيقول لها ستيفن انه كان بيقعد في المكان ده هو والدتها قبل ما تموت فبتلاحظ فيكتوريا انه حزين جدا على موت والدتها وبتروح تحضنه بس بعد ما بينزلوا من الجبل بيتفاجئوا انهم تاهوا ومش عارفينهم مرة كانوا العربية فين فبيروحوا البيت مزارع جنب الغابة يمكن يقدر يساعدهم فبيديهم المزارع شوية مية عشان يشربوا وصاعتها بيروح ستيفن يخسل ايده فبتشوف فيكتوريا صندوق صغير نايم فيه الزقب الصغير اللي شفناه في اول الفيلم وبتكون فاكرا انه كلب وبتفضل تطبطب عليه فبيجي المزارع يتكلم معاها وبيقولها انه لقى الكلب ده تايف الغابة وسمى ميستري ولما بيلعظ كده انها حبة الكلب بيقرر يدهولها هدية فبتحطوا فيكتوريا في شنطتها وبياخدها المزارع هي والدها في عربيته وبيروح يوصلهم للمكان اللي راكنوا في العربية ولما بيرجعوا للبيت بتدخل فيكتوريا لقضتها وبتطلع الزقب ميستري من الشنطة وبتكرر تلعب معاها بس فجأة بتسمع والدها ستيفن وعمال بيندع عليها فبتخب ميستري في الصندوق بسرعة عشان والدها ما يشوفوش وبتكرر انها تخب عليه موضوع الزقب دوت المهم تاني يوم بتجهز نفسها عشان تروح المدرسة وبتروح عشان تحط ميستري في الدولاب وما بتوصل لمدرسة بتكلم ستيفن وبتقوله انها بدأت تحب البيت الجديد فبيفرح انها تكلمت اخيرا وبيعرفها انها يجي ياخدها بعد مدرسة ولما بيمشي بيتعرف على واحدة اسمها انا وبيتعرفها على بعض وفي نفس الوقت بيطلع ميستري من الدولاب وبيفضل يلعب بالالعاب بتاعت فيكتوريا وطبعا بيبهدل القوضة كلها وما بترجع فيكتوريا من مدرسة بتقعد تلعب مع ميستري في قوضتها فبييجي ستيفن عشان يتطمن عليها وساعتها بيشوف ميستري فبيبدأ يسأل فيكتوريا انت جيبتيه منين فبتقوله ان المزارع هو اللي دهولها دية وبتترجع ان يسيبه تربيه لانها احبته فبيفهم ستيفن انها رجعت تتكلم اصلا بسبب انها حبت ميستري فبيوافق انها تربيه ومع الوقت بيكبر ميستري وبتتعلق بيه فيكتوريا قوي وبتفضل تتكلم عنه طول الوقت وقدقيه وكلب جميل وغير حياتها للأحسن المهم في يوم بيوصلها ستيفن لمدرسة وبيقابل انا مرة تانية وما بتشوف ميستري معاه بتقوله انها بتشتغل في مركز حماية الغابة واول مرة في حياتها تشوف كلب غريب شبه وبتخترح انه يجي لها المركز عشان تطعم الكلب دوت وتعرف هو من سلالة ايه فبيوافق ستيفن وبيركب العربية وبيمشي المهم في طريقه بيلاقي ان كل سكان القرية عاملين مظاهرة وده بسبب ان الزئاب اللي في الغابة بيكلوا في الاغنام بتاعتهم وما بيرجع البيت بيجي تاري عشان يتغدى معاها وبيسأل والد فيكتوريا عن سلالة ميستري فبيقوله انه اكيد من سلالة كلاب الهسكي وده لانه هادي وطول الوقت ما بينبحش المهم في الصبح بيقابل انا وبتسأله انت ليه ما جدش المركز زي ما قلتلك فبيقول لها انه نسي اصلا وعرف ان ميستري من سلالة كلاب الهسكي فبيتشوف سنام ميستري وبتتفاجئ انه زئب مش كلبه اصلا وبتطلب منه يجيبه المركز عشان تعمله فحصاته وتتأكد بس ستيفن بيقطعه وبيقول لها ان ده مستحيل لان ميستري عايش معاهم بقاله فترة طويلة قوي واكيد لو زئب كان هيعرف ده من بدري وبعدها بيسيبها وبيمشي وما بيرجع البيت بيعمل بيت صغير لميستري عشان ينام فيه وبيطلب من فيكتوريا ما تخليوش ينام معاها في قوضتها ابدا ولكن بالليل بيتفاجئ برضو انه جاي ينام جنبها فبتقول له فيكتوريا ان ميستري بيخاف ينام لوحده وانه تعود خلاص ينام جنبها على السرير وتاني يوم بيروحه يتمشه في الغابة فبتظهر الزئبة والدت ميستري وبتفضل تبص عليه من بعيد وبتكون مفتقداء فبتشوفها فيكتوريا وبتكون خايفة عليه منها وساعتها بيخدها والدها ستيفن وبيمشو بسرعة من مكان وبيروح للمركز بتاع انا عشان يعملوا فحوصات على ميستري فبتقول لهم انا انه زئبة من فصيلة الزئاب الرمادية وبعدها بتتكلم مع ستيفن على انفرده وتقوله ان الزئبة ميستري طيب ومش بيشكل خطر عليهم ولا حاجة بس المزارعين اللي في القرية بيكرهوا الزئاب جدا ولو شفوه هيخلصوا عليه فبتخترح علي ان يود ميستري لمحمية طبيعية في إيطاليا لان دوت هيبقى امام مكان لي بس ستيفن بيرفض لان بنته فيكتوريا متعلقة بيه قوي وبالتالي ممكن حالتها النفسية ترجع تسوق اكتر من الاول واول ما بيرجع البيت بيطامن فيكتوريا ان مش هيخلي حد ياخب منها ميستري وبعدها بيدخلوا المغزن عشان محدش من المزارعين يشوفوا المهمة في الوقت ده بتعجي من الزئبة والدت ميستري على قطيع خرفان والقطيع ده بيبقى بتاع مزارع الساكن جنب ستيفن فبيروح المزارع يتكلم مع ستيفن وبيقوله لو عندك حيوانات خبيها في البيت فورا وبيركب العربية مع بنته فيكتوريا عشان رايحين حفلة ولكن المزارع ما بيصدقوش وبيفضل يفتش في البيت هو وصاحبه لحد ما بيشوفوا الزئب ميستري في المغزن فبيخافوا جدا منه وساعتها بيتصلوا على انا عشان تيجي تاخد ميستري ولكن انا بتكون في الحفلة مع ستيفن فبتطر انها تجيب لهم عمال من مركز حماية الغابة وبتروح تاخد ميستري وساعتها بتنهر فيكتوريا وبتفضل تعيد وبتقول والدها انها بتكرهه عشان سمح لهم انهم ياخدوا ميستري ومع الوقت حالتها النفسية بتسوق وبتفضل تعيد كل يوم في قضتها وما بتتكلمش مع اي حد فبياخدها ستيفن وبيروح اجتماع عامله مع سكان الكارية وده عشان يقنعهم انهم يخلي بنته تربي الزئب ميستري لكنهم بيرفضوا لان الزئاب بتشاكل خطر كبير على الاغنام بتاعتهم وما بيركب العربية بيتفاجي ان فيكتوريا بتقوله انها كانت عارفة من الاول ان ميستري زئب مشكل ومع ذلك صممت ربيه لانه عارفة انه مش هعمل لها حاجة وبعد فترة بتروح فيكتوريا لمدرسة وبيكون المدرس قاعد يتكلم معاها وفجأة بتسمع الصوت برا وبتخرج تشوف في ايه فبتتفاجئ ان ميستري واقف مستنيها وبتلاقي انه كبر وبقى ضخم قوي فبتفرح جدا وبتاخده وبتمشي وده عشان محدش من اهل القرية يشوفه ويخلص عليه وفي نفس الوقت بيكون والدها ستيفن في البار فبتيجي انا تتكلم معاه وبتقوله ان ميستري هارب من المحمية وغالبا كده وبيدور على فيكتوريا لانه بيحبها وقبل ما تكمل كلامها بتجيلهم كلمة من المدرس بتاع فيكتوريا وبيعرفوا انها ماشي بالمدرسة والناس شافوها ماشي مع الزق بناحية الجبل فبيروح ستيفن يدور عليها هناك لكنه مش بيلاقيها وفجأة ساعتها بيلاقي ان ميستري قدامه فبيمشي وراه في الغابة لحد ما بيوصل لفكتوريا وبيلاقيها قاعدة على الارض ومش قادرة تتحرك من شدة البر فبيشيلها وبيروح يعود في بيت مزارع لان بيتهم بعيد عن المكان وتاني يوم بتيجي انا وتيري عشان يتطمنوا عليهم فبتقول لهم فيكتوريا ان الزق بنسري لسه فاكرها وبيحبها وفي نفس الوقت بيكون فيه مجموعة صيادين في الغابة بيدوروا على الزقاب عشان يستضوهم وساعتها بيتكلم ستيفين مع فيكتوريا وبيطمنها نزق بميستري في الغابة واكيد رجع لعيلته فبتقوله انها بتحبه وعارف انه مستحيل يتخلى عنها وقبل ما تكمل كلامها بتلاقيه جاي ناحيتها فبتفرح جدا وبتروح له بسرعة ولكن فجأة بيظهر واحد من الصيادين وبيضرب عليه نار فبيروح ستيفين يضربه وبياخب ميستري لبيت وده عشان يطلع الرصاصة من جسمه وساعتها فيكتوريا بتكون قاعدة برا وخايفة ان ميستري يموت فبيجي والدها بيطمنها وبيقول لها انه لسه عايش وبعد فترة بتروح انا تتكلم معاه وبتقوله انها جابت له تصريح للزق بميستري عشان يعيش في الجهة الشرقية من الغابة وده هيبقى اقمن مكان ليل لانه بعيد عن القرية وبالتالي محدش من مزارعين هيقدر يتعرض له وبعدها بيروح يبلغوا فيكتوريا بالخبر دوت وبيتوقع انها هترفض لكنها بتقولهم انا موافقة لانها خايفة مزارعين يخلصوا عليه وفي الصبح بتحضنه وبتفوق التوق من عرقبته وبتقوله امشي وروح لعيلتك فبيتردد في البداية كده لانه بيحبها لكنه اول ما بيشوف عيلته بيمشي وبيروح لهم مرة تانية وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوبردوز افلام واسبلوكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة